اشتركوا في القناة 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 في قائر علم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اللهم اشتركوا في القناة لا تشك في هذا اشتركوا في القناة 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 نعم نعم اول ما يودع عليهم اول شيء ندعو نبدع في الدعوة بماذا نعم بما ذا نبدع في الدعوة نبدع في المناثر بالمناقشة اذا تعلم ذلك i лайázak مناظر اشتركوا في القناة شن شن เริ่มต้น دو่ยกับการ โตว์เทียง โตว์กันไป โตว์กันมา ถูกต้องไหม กับไปหาดู สุนนะ ของท่าน النبي محمد النبي عليه الصلاة والسلام باعث معاذ رضي الله عنه لالยمن ท่าน نبي ส่ง معاذ ไปที่ยามัน قال أنك تأتي قوم أهل كتاب يعني يهود أو نصار ท่าน จะไป เจอ บุคล กุม ที่เป็น أهلูน กิตاب นั่น ก็คือ اليهود หรือ NASARA ท่าน นากิช cale นั่น บอก ว่า ต้องไป โตว์เถียง กัubl pode งั้น กับ โตว์ กิช ส่ govern 종 أن อย่าง ใน เว fue อ 또 คือ ท่าน นั่น น hypoc or ک แล้ว นั่น เข้า รบ أشهل طريق قصة حدثت مركز الأول ومركز ثاني آخر مركز الأول لدعوة المكان جاءو بخمسين إمرأة من الفلسلمين مركز الثاني ومركز الثاني جاءو بخمسين مرأة غير مسلمة مركز الثاني مركز الثاني مناقش 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 تصناع مناقش 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 وهذا خطأ وهذا الخطأ الثاني وهذا الخطأ الأول نبدأ بالمناقشة وهذا الخطأ الرأس وهذا الخطأ الأول خطأ الرأس وهذا الخطأ الرأس ماذا قال للعالم لهذا النصراني و appointing نصراني نحن لا نتكلم عن الخمر الآن نريد منك أن تسلم رب إسلام وإنشئت وإنشئت شربت الخمر إنشئت نعم يقول له هكذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبد الرأس دخل في الإسلام قال أنت الآن مسلم أول لم تكن مسلم لا نستطيع نخاطبك بتحريم الخمر الآن أنت مسلم لا تستطيع تشرب خمر ولا تستطيع أن ترجع للكفر وإن شرح الله لأوامر الإسلام لأن دخل في الإسلام ينشرح صدرك الآن سؤال أي هم أفضل موسلم يشرب الخمر أو كافر لا يشرب الخمر من أفضل كيف يشرب الخمر كيف يشرب الخمر كيف يشرب الخمر نأخذ إلى العلاج إذا أسلم نعرض على الأطباء قالوا الخطان يضر لا نصنع له شيء لا يضر يختتن نع أي هم أفضل موسلم غير مختتن أو كافر مختتن أي أفضل موسلم طبعا تليفون ممنوع في الداخل ممنوع تمام فمرأة تأتي تقول أنها تحب الإسلام لكن لا تستطيع ترتدي الحجاب مثلا هي تقول هذا فماذا نصنع قل أسلمي لو أسلمت شرح الله صدرها للإسلام للصلاة للحجاب لكل شيء مفهوم نعم إن شاء الله شيء قبق واشن ديو كان ميكو لا يقول أتبق وما يصامت تيجبية البيض التي تحدث إسلام يخاف يخبر الأهل مثلا الأب والأم والإخوات يخاف فنقول أسلم ولا تخبرهم نعم نعم من قال لك تخبرهم إذن بعض الناس هو يصد عن سبيل الله يصد عن الدعوة بعض الكفار كان يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم لا يصنع معهم شيء إلا يقرأ القرآن فقط فأنت الآن ممكن ترسل مقطع من القرآن لأصدقاء تقول اسمع هذا كلام الله سبحانه وتعالى حتى وإن كان لا يقرأ يؤثر في القرآن وممكن ترسل له بعد هذا شرح للآيات أو دعوة للإسلام نعم فأنتم الآن عندكم فرصة إذا لم نبدأ نحن دعوت هؤلاء للإسلام بدأونهم بدأوا إذا نحن لا نبدأهم بدأوا همم كن يدعوك إلى الكفر نعم موسلم لا يكذب على الكافر لأن تقول للكفار أخاف عليك من النار لأنك تقول الكافر أخاف عليك من النار لذا أدعوك للإسلام أحب لكالخير وأنك كم موسلم مثلي لأنك بعض بعض النس يقول الكافر لا مشكلة أبقع الكفر نعم بعض النس يقول الكافر لا إشكال أبقع الكفر ما عندك مشكلة لاي سلديك مشكلة لا لدي مشكلة نحن لا نكذب عليه نقول طالما أنت في الكفر أنا خاف عليك من النار لأنك تدخل في الإسلام نعم لأنك بعض النس لا تكذب على الكافر 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 ولا كلمة واحدة عن الإسلام يقول كنت أتمنى منهم كلمة لأنك تدخل في الإسلام لا تكذب على الكافر 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 وقال لي مدرس على نصراني مدرس عند مسلمين وكفار دون موسلم لانちأخ judiciary قبل أن يسلام قبل أن يوسلم يقول الله أحب أولاد المسلم أحببهم أجد أننا فيهم شيء يشدني يؤثر فيه مب Korean reasonable الآن تريد تخرج من الدنيا بلا أعوشور لازم نعلن لها أولا أننا نحب لهم الخير حتى ملك هذه البلاد الحكومة ندعو لهم بالهداية كما دع النبي صلى الله عليه وسلم في قاعدة ما هي القاعدة إذا كنا لا نزيد عدد المسلمين لا يزيد معنى هذا أن هذه الطريقة ليست طريقة النبي صلى الله عليه وسلم لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا لا تناظر تكلم في اللذي تثق منه مئة بل مئة أرسل آيات من القرآن تلاوة أحاديث في البخاري في المسلم لا تأخذ أي شيء من غوغل لا ترسل أي شيء لا ترسل إلا ما تثق في مئة بل مئة لا ترسل أي شيء من غوغل لأن الله سبحانه وتعالى أدعو الله سبحانه وتعالى أن يجعلك سبباً لهداية هؤلاء الله سبحانه وتعالى لذلك ترسل أي شيء من غوغل والله أعلم نكتفي ما شاء الله خلاص ما شاء الله نأخذ أسئلة ولا إشرايب ولا نغلق يمكن عندهم أسئلة عندهم شيء نسمع الحمد لله أعلم نعم 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 يقول هذه الأمة عرفت بأنها أمة وسطية وكذلك جعلناكم أمة وسطاً ما معنى وسطاً؟ يعني خياراً عدولاً لا إفراط ولا تفريد لكن هذه الوسطية على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأنت تفهم وسطية على ما تحب وهذا أفهم على مهيب وأنا أفهم على مريد لا بد أن نرجعها لسنة النبي صلى الله عليه وسلم هذه الوسطية ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله يعني هذا إمام المسجد يصلي في يوم الجمعة في صلاة الفجر في يوم الجمعة في صلاة الفجر يصلي في الركعة الأولى بعد الفاتحة بسورة السجدة وفي الركعة الثانية يصلي في صلاة الفاتحة والإنسان وفي الركعة الثانية يصلي في صلاة الفاتحة والإنسان نعم إذا هذا وصح وفي الركعة الثانية ويصلي بسرعة الله أكبر الله أكبر لماذا يجب أن تصلي في هذه السرعة لأنني أصبح أمام وسط نخفف على الناس في كبير سن في هذا يعمل طيلة النهار لأن الوسطية ليس على ما تحب سنة النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم خلاص أحد يتكلم أحد في سؤال تفويت تفويت في أسماء الله في سفات الله وآسماعين نعم بما ذا نصف الله سبحانه وتعالى دوية بما ذا نصف الله سبحانه وتعالى بما ذا نصف الله سبحانه وتعالى الله دا نصف الله مالك قدوس مالك قدوس وآسماعين من أن يكون الخالق الكامل مماثل المخلوق النقص لا يمكن أن يكون الخالق الكامل مماثل المخلوق أبدا ومن ثقال ومن ثقال لأنه يمكن مماثل المخلوق كما أنه يكون المساعدة للعقل والعقل الصحيح لابد أن يثبت لله كل صفات الكمال وأن ينزح الله عن كل صفات نقص وعيب ما هي أعظم آيات في كتاب الله آيات الكرسي في سورة البقرة اللهم لا إله إلا هو الحي القيوم سورة البقرة هذه الآية فيها إثبات الأسماء والصفات لله سبحانه وتعالى على وجه الله سبحانه وتعالى آيات الكرسي يجب أن ينزح الله عن كل صفات لا أُنْكِر لا أُنْكِر سفات الله ولا أمثل سفات الله بسفات الخرق أقول لله أسماء وصفات تلق بي سبحانه وتعالى لا أتعدل كتاب والسنة لا أتجاوز فقط قرآن سنة لا أتجاوز فقط قرآن سنة لا أتجاوز فقط قرآن سنة يعني ما في فلسفة لا أتجاوز فقط ولا تقول كيف لا أتجاوز فقط قل آمن صدقت سلمت وقل يا رب لا أتجاوز فقط قرآن سنة اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهاد أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه اختلفون إهدني لما اختلفوا فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشوى لأصراط المستقيم تدعو بهذا الدعاء أو تقول إهدنا الصراط المستقيم أختصار أماد دعاء الأول أماد دعاء المختصر إهدنا الصراط المستقيم أخبر دعاء ให้เรานั้นได้เข้าใจ ในสิ่งที่ผู้คนขัดแย้งกัน นั่นก็คือ دعاءบทแรก ซึ่งยาวนิดหนึ่ง และ دعاءบทที่สอง إهدنا الصراط المستقيم بعض الناس يعني نسى الله عافي والسلام هو يعني يجعل نفسه هو المفت هو القاضي هو الشيخ الإسلام بعض الناس يعني نفسه هو الشيخ الإسلام وهو مفت وقاضي ويبدأ يحكم على الناس هذا مبتدع وهذا كافر نحن دورنا ที่ยิงใจกว่าเรา ว่าให้เขามาละมาด ไม่ใช่ไปหูกมเขา ว่าเขาเป็นกาเฟ็ด أممال حكوم عليه بالكفر بالضلال دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ولا نشك في كفر أممال حكوم عليه وسلم لا نشك في كفر لكن لا يمكننا خرج رجل من الإسلام من الكفر إلا بفتوى صحيحة من كبار علماء والله أعلم يكفي في واحد واحد أول شيء قولي قبل تقرأ نعم قبل تقرأ تمام كم جماعة كانت زمن النبي صلى الله عليه وسلم كم تسعين كاو سيب سبعين ثلاثة وسبعين كم واحد زمائعة واحد كم رب نعبد كم رب نعبد رب واحد سبحانه وتعالى كم نبي نتبع نبي واحد صلى الله عليه وسلم كم قرآن عندنا كم شريعة عندنا كم إسلام كم قبلة عندنا كم أما نحن كم أما نحن كم فرقا كم أما واحد فرقا واحد قبلة واحد نعم في عالم من السنة عالم من علماء سنة يعني ناس كثير في مكان من هؤلاء شيع روافط إجتمع في مكان وقالوا هذا عالم تعالنا تناقش معك واحد عالم مي ألم كم شريعة كم شريعة كم جاء اعلم عندنا دخل العالم أخذ أكرم كالله نعلي وضع هؤلاء دخل المجلس ألم خلق رمض وقال رمض وقال 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 إلى المجلس في مجلس كم شريعة بقول كم شريعة سرق على النبي صلى الله عليه وسلم قال أن تكذب أن تتكذب ما كان زمن النبي صلى الله عليه وسلم يوجد شيع روافق كان النساء أمه واحدة قال هذا رضي عليكم لا يوجد شيع لا يوجد فرقات كذب لا يوجد فرقات كذب لا يوجد فرقات كذب لازم نكون أمه واحدة كل فرقات كذب لهم رئيس إمام مثلا أو عالم غير معصوم والمعصوم نبیر محمد صلى الله عليه وسلم عندنا أئمة الإسلام مثل الإمام الشافعي مثلا رحمه الله إمام شافعي ماذا نسمي เราจะกลาวอย่างไร เราจะกลาวอย่างไร على طريق واحد أمه واحدة قلب واحدة ما في تفرق حتى لو كان هذا شافعي و هذا حمبلي و هذا مالكي مثلا هؤلاء يصلوا مع بعض هؤلاء أئمة أئمة للسنة هؤلاء أئمة للسنة هؤلاء أئمة للسنة هؤلاء أئمة هذه الفرق مخالف للمكان علي النبي صلى الله عليه وسلم والسحر والله أعلم والله أعلم إلى متى نبقى هنا خلاص يكفي والله أنت تحسب الوقت يزاك الله خير يكفي نا كلمة نختم بها الله سبحانه وتعالى سيسأل كل واحد مننا يوم القيامة يسألنا عن النبي صلى الله عليه وسلم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حال النبي صلى الله عليه وسلم بلق هذا الدين نعم نعم يسألنا الله عن هذا الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم حال تعلمت حال عميلت حال دعوت حال سبرت لازم تجيب اعمل الآن قبل يأتي السؤال فرصة أمامك و الله لو تاجر تتح له فرصة ما يتركها صح تاجر هذا تاجر هنا يستغل كل شيء يأتي السؤال يأتي السؤال إن شاء الله أمامك يأتي السؤال يأتي السؤال الله سبحانه وتعالى سنعم ما يوان تيجرى تكون بننك نعم الله يوفق الجميع لما يحب أرضى والله أعلى السلام ونحن ممكن ما شاء الله جزاكم الله خير الله بارك فيك جزاكم الله خير جميع سنعم